موسيقى طعب التوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلة نستهلها بأبرز العنوين محافظ العاصمة عدن والمفوضية السامية يوقعان العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحية محافظ حضر موت يلتقي وفد منظمة العون الإنساني والتنمية وشيدوا بتدخلاتهم في القطاع الصحي الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المعرض التسويقي للأسر المنتجة بمديرية غيلبا وزير موسيقى أهلا بكم حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوترش من اقتراب نظام الدعم الإنساني في غزة من الانهيار التام مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي الحرب وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع ولفت الأمين العام إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأن الأمراض المعدية آخذ في الارتفاع مبينا أن دخول المساعدات الإنسانية على الانطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة أمر ضروري في غضون ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن كل المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل موضحة أن العدد الكبير من الضحايا أدى إلى وصول المستشفى التابع للجنة المرافق الصحية جنوب غزة إلى نقطة الانهيار مع تواصل آلة القتل الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة حرب الاحتلال على قطاع غزة إلى أكثر من 38848 شهيد منذ بدء الحرب على القطاع استمرارا لجهودها الإغاثية في قطاع غزة وزعت عملية الفارس الشهم ثلاثة مواد غذائية وتمورة على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيم النصيرات وباشرت الفرق التطوعية بتوزيع الخيام والطرود الغذائية على النازحين للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تفاقمت بعد إغلاق معبر رفح ومنع تدفق المساعدات المواد الغاثية إليهم وتسعى دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الفارس الشهم ثلاثة إلى ترصيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في القطاع لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي في العاصمة السعودية الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى اليمن وأكد عضو مجلس القيادة أن ميليشيا الحوثي أفشلت مشاورات مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين في سياق هروبها من تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية شيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تأزيم الوضع وتأجيز الصراع في مختلف الجبهات ووقف اللقاء أمام اقتطاف واحتجاز ميليشيا الحوثي لموظفي السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها كما تطرق اللقاء إلى التهديدات الحوثية للملاحة الدولية تنفيذا لأجندات إيرانية تعمل على استخدام هذه الأعمال كورقة ضغط على المجتمع الدولي ولفت عضو مجلس القيادة إلى أن الحوثي لم يلتزم بخارطة الطريق وتهرب من الالتزامات السياسية والاقتصادية بضرب المنشآت النفطية ومنع تصدير النفط والتصعيد في البحر الأحمر وتقسيم البلاد اقتصاديا قال السفارة الولايات المتحدة الأمريكية لليمن أن سفيرها ستيفن فاقين أجرى اتصالا هاتفي بعضو مجلس القيادة الرئاسي طاري صالح رئيس الحكومة أحمد بن مبارك وأوضحت السفارة الأمريكية لليمن في منشور على منصة إكس أن السفير فاقين ناقش مع عضو مجلس القيادة الرئاسي طاري صالح الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لحكومة عدن بما في ذلك تعزيز التعاون مع خفر السواحل لتعزيز الأمن البحري وتابعت في منشور آخر أن السفير فاقين أكد لرئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة لمكافحة الفسال وتلبية احتياجات الشعب أكد رئيس الحكومة أحمد بن مبارك على المسؤولية التكاملية في كافة مستويات الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفق المتغيرات الاقتصادية الراهنة وجدد بن مبارك خلال ترأسه في العاصمة عدن اجتماع اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادين جدد التأكيد على اتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الواقع الحالي واستعرض الاجتماع ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي والمسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء وكلف الاجتماع اللجنة الفنية باستكمال إعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ وقع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس ورئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحي الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السلطة المحلية بعدن وعقب التوقيع شدد لملس على سرعة البدي بتنفيذ المشروع على أرض الواقع والالتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها مشيرا إلى أن المشروع يعد اللبنة الأساسية لتقفيف الضغط على محطة الحسوى وسيساعد في مواجهة التوسع العمراني وكذا وقف عملية التصريف إلى البحر بدوره أوضح رئيس مكتب المفوضية السامية أن الجزئية المنطب المفوضية في المشروع تتمثل في بناء محطة الضخة المركزي لصرف الصحي في العريش وسبق أن تم تسليمها للشركة المنفذة لمباشرة عملها وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري أمام تطورات مرتبطة بقضية اختطاف المقدم علي عشال وفقا لإحاطة مقدمة من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ومدير أمن العاصمة واستمع الاجتماع إلى الإحاطة التي استعرضت ما أنجزته اللجنة الأمنية بخصوص القضية وإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تمت مع المتهمين الذين تم ضبطهم على ذمة القضية وكذا إجراءات الإحالة إلى نيابة العامة لمباشرة مهامها وفقا للنظام والقانون إلى ذلك استمعت الهيئة إلى إحاطة عن نتائج اللقاءات التي عقدتها لجنة المتابعة مع محافظ أبيان والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة وممثلين عن أسرة المختطف عشال لمتابعة سير القضية وضمان عدم حرفها عن مسارها القانوني واجددت الهيئة إشادتها بالحرص الكبير والمسؤولية الوطنية التي أبدتها أسرة المختطف عشال بقطعها الطريق على المتربصين الذين حاولوا استغلال القضية لضرب اللحمة الوطنية الجنوبية وإثارة الفوضى واستهداف منظومة الأمن في العاصمة عدن مش شديدة إلى إحالة ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها باعتبارها قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل استرد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري مع المدير القطري لمنظمة أطباب لا حدود الفرنسية تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبية وما آلت إليه من تدهور في جميع القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي وأثناء الكثير على الدور الكبير التي اطلعت به المنظمة الفرنسية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين والمرضى وكذا تدخلاتها المهمة إبان جائحة كورونا في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة معربا عن تطلعه بأن يتم تمديد عمل المنظمة وتوسيع نشاطها بما يلبي حاجة القطاع الصحي في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من جانبه استعرض المدير القطري للمنظمة طبيعة العمل الطبي والإنساني الذي تقدمه المنظمة مثمنا التسهيلات المقدمة لبعثة المنظمة لتوسيع نشاطها في العاصمة عدن وبقية المحافظات التقى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي سالم العولقي مديري إدارات الإعلام والثقافة في الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وفي اللقاء ناقش العولقي الاهتمام بالإعلاميين والكتاب والنشطاء الشباب وتقديم تسهيلات والعون لهم من أجل توفير بيئة مناسبة لتقديم خدمة إعلامية تخدم قضية شعب الجنوب وتلامس القضايا الحيوية التي تمس المواطنين وأكيدا على أهمية تكثيف الجهود في هذه المرحلة التي هي على أعتاب الاستحقاقات السياسية في ظل التوجه للعملية السياسية وما يحيط بها من تحديات والتي تتطلب مزيدا من اليقظة والحرص السياسي والإعلامية تفقد رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس الأوضاع في محطة الوزن المحوري على طريق الرحابة بمدرية خور مكسر بالعاصمة عدن ووجه الماسة الفريق الفني العامل بالمحطة بضرورة مواصلة الأعمال الخاصة بضبط الحمولات المخالفة مشيدا بالجهود القائمة في عمليات متابعة ومراقبة وضبط الزائل من الحمولات للمركبات الثقيلة المؤثرة على أساس الطرق والمؤدية إلى تهالكها مع الوقت وأكيدا على الفريق العامل أهمية الأعمال التي يتحمل فيها صندوق الطرق والمسؤولية الوطنية للمحافظة على شبكة الطرق افتتح وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرمون بالمكلة معرض العقار والبناء الثاني الذي تنظمه شركة المنى بالتنسيق والتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة وطاف الوزير ومحافظ حضرمون بأروقة المعرض التي تشارك فيه أربعين جهة من كبرى المصانع والشركات والمكاتب الهندسية الرائدة في البلاد مشيدين بالمعرض الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق النهوض بقطاع العقارات والبناء في محافظة حضرموت وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة كما تمثل فكرة المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المطورين العقاريين والمستثمرين والمهندسين وتعزيز التلمية الاقتصادية من خلال عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في إطار دعم الاستثمار المحلية أشهد محافظ حضرموت مبخود بن ماضي بتدخلات منظمة العون الإنساني والتنمية هاد في قطاع الصحة بالمحافظة جاء ذلك خلال لقائه بالمكلة وفد المنظمة برئاسة المدير القطير للمنظمة باليمن السيد عبد الحكيم ذيف الله محمد الذي استعرض للمحافظ بن ماضي المشاريع والبرامج الصحية وتدخلاتهم في القطاع الصحي بوادي حضرموت وافتتاح مكتب بالمكلة للإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت وأكد محافظ حضرموت استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كل تسهيلات لازمة لإنجاح عمل المنظمة بما يسهم في خدمة المجتمع باشرت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية بالنزول الميداني لموقع الإنهيار الصخري في حصن برصن بمديرية دوعاً لوضع الحلول العاجلة والرفع بتقرير عاجل للسلطة المحلية بالمحافظة وكان قد وجه محافظ حضرموت بإرسال فريق من المختصين في الجانب الجولوجي ومهندسي السلطة المحلية إلى موقع الإنهيار للإطلاع عن كثب حجم الأضرار ومعرفة أسباب الإنهيار والتأكد من سلامة المواطنين والساكنين بالقرب من الإنهيار وتوفير الحماية لهم وإبعادهم عن أي ضرر إضافة إلى الرفع بالحلول العاجلة لمعالجة أسباب الإنهيار كما أجرى محافظ حضرموت اتصالاً هاتفياً بمدير عام مديرية دوعاً لإطمئنان على صحة المواطنين في المنطقة موجهاً باتخاذ الإجراءات الطارئة للحفاظ على أرواح المواطنين والساكنين بالقرب من موقع الإنهيارات دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فعاليات المعرض التسويقي للأسر المنتجة في منطقة شحير بمديرية غيلبا وزيرة تواصلاً لفعالياتها بمناسبة موسم نجم البلد السياحي وتضمن المعرض الذي يمتد حتى نهاية شهر يوليو العديد من المنتجات المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر مما يتيح للنساء فرصة لإبراز إبداعاتهن وتسويق منتجاتهن وقدم المعرض فرصاً لتطوير المشاريع المنزلية من خلال عروض توضيحية للخدمات والبرامج المتاحة وطريقة التسجيل لاستفادة منها كما وفر فرصة للشركات والأفراد لاكتناء منتجات يدوية مميزة وكانت قد أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثلاث مبادرات نوعية بالتزامن مع موسم نجم البلد السياحي السنوي تضمنت إقامة المعرض التسويقي الرابع للأسر المنتجة وفعالية للتبرع بالدم ونشر فرق الإسعافات الأولية لخدمة زوار الظاهرة الطبيعية افتتحت الهيئة التنفيذية لمنستقية المجلس الانتقالي الجنوبي الملتقى الصيفي الأول لطلاب جامعة حضر موت للعام الحالي ويشارك في الملتقى الصيفي خمسين طالبا وطالبة ضمن تنمن قدرات الطلاب وتحسين المستوى التعليمي وتعزيز الثقافة لديهم وشهد الملتقى قراءة في مضامين الميثاق الوطني للمجلس الانتقالي الجنوبي استعرضت الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية والعسكرية التي تؤسس لبناء دولة الجنوب وتناول الملتقى الأسباب التي أدت إلى تراجع القوى المتنفذة في الجمهورية العربية اليمنية عن اتفاق الوحدة وإعلانها الحرب على أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فإقصاء الكثير من القيادات السياسية والعسكرية أبنائي العزاء أنتم على أعتاب برغلة جديدة في مسيرتكم الأكاديمية والشخصية فما أنتم بحاجة إليه الآن هو الطموح والإصرار على التمييز والتفوق وأنتم بالتأكيد قادرون على ذلك فالقيادة والريادة هي ثقافة عريقة في هذا المحافظة أنني على ثقة بأن البرنامج تدريب الانطلق اليوم سيزمدكم المهارات والخبرات اللازمة لتكونوا قادرة الغد فتعلموا منه كيف تخططون وتنظمون وتتخذون قرارات صائبة تعلموا منه كيف تحفزون أنفسكم وتحفزون الآخرين الملتقى يهدف إلى إتاحة فرص عمل فرص عمل لطلاب الجامعة خاصة من خلال هذا الملتقى الذي سوف يكون فيه هناك مزيج من الخبرات ما بين الطلاب فهم يستفيدوا منها وخاصة من خلال الأجتة التي سوف تضمنها فعاليات هذا الملتقى وهي أنشطة وفعاليات مختلفة منها ما هو علمي ما هو ثقافي ما هو اجتماعي ما هو رياضي وأيضا تطوعي بالإضافة إلى الجانب الكشافة والنزولات الميدانية سعيدة جدا كوني مشاركة في هذا البرنامج أو الملتقى الصيفي الذي أتاحته لنا من استقية المجلس الانتقالي والذي نأمل منه أننا نخرج بأكبر معرفة ممكنة ونأمل أنها تكون صقل لقدراتنا ومهاراتنا وإضافة خبرة لنا في مجال العمل التطوعي تتواصل بهية مستشفى سيئون العام أعمال المخيم المجاني الثاني لجراحة المفاصل والعظام الذي يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأجريت خلال المخيم معاينة مئتي حالة كما ستجرى خلاله 25 عملية مفاصل دقيقة باستخدام المناظير بوجود كادر متخصص من المملكة العربية السعودية وثمنت سلطة المحلية بوادي حضر موت تدخلات مركز الملك سلمان وقيادة المملكة السعودية لدعمهم إقامة مخيم وإجراء العمليات استمرارا للدعم السخيل الأشقاء في الإمارات شهدت هيئة مستشفى شبوى العام التوقيع على عقد التوريد وتركيب أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالهيئة بتمويل من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وخلال التوقيع أكد الأمين العام المجلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الرب هشلة على أهمية هذه الأجهزة في التحسين والارتقاء بنشاط المستشفى الطبي مشيدا بالدعم الإماراتي وتدخلات مؤسسة خليفة التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمات المستشفى الطبية وقدرته التشخصية التخفيف من معاناة المواطنين داعيا إلى تضافر الجهود واستغلال دعم الأشقاء في رفع مستوى مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين داهمت قوات اللواء الأول دفاع شبوى وكرا يتواجد فيه بعض من العناصر الإرهابية في واضي مذاب منطقة المصنعة بمديرية الصعيد بي شبوى وقال المركز الإعلامي لقوات دفاع شبوى أن قوات اللواء الأول تمكنت خلال عملية المداهمة من القضاء على عدد من عناصر التنظيم الإرهابي في الوكر وتطهير المكان مشيرا إلى أن القوات عثرت على أجهزة متفجرات كانت تستقدمها العناصر الإرهابية ضد القوات الأمنية والعسكرية وأكدت قوات اللواء الأول أنها مع بقية ألوية دفاع شبوى ستلاحق العناصر الإرهابية في كل الأماكن والمرتفعات حتى تطهير طراب محافظة شبوى من الجماعات المتطرفة قتام النشر إلى عنوينها محافظ العاصمة عدا والمفوضية السامية يوقعان العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحي محافظ حضر موت جلتقي وفد منظمة العون الإنساني والتنمية وشيدوا بتدخلاتهم في القطاع الصحي الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المعرض التسويقي الأسر المنتجة بمديرية غيلب وزير جمعة مباركة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة